يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الرابعة والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك كان الحديث في الحلقة الماضية في الجزء الثاني من المحاكمة المهدوية العالمية وهذا هو جزءنا الثالث بالإجمال أقول لكم كل الأحاديث وكل الروايات التي مر ذكرها في حلقات هذا البرنامج منذ الحلقة الأولى وإلى هذه اللحظة وهكذا سيستمر الأمر إلى آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج كل الأحاديث والروايات قد قمت باختيارها بعناية فائقة جداً إن كانت تلك الأحاديث من الكتب الشيعية أو كانت تلك الأحاديث من الكتب السنية الأحاديث الشيعية هي التي على الأقل أعرفها من خلال خبرتي ومعرفتي بمصادر حديث العترة الطاهرة وبنحو عام فإنني دائماً أعرض الأحاديث على آيات الكتاب الكريم بشرط أن يكون التفسير علوية فمصادر ثقافة المنهج الزهرائي قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وحديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم وأعتقد أن هذا المعنى مراراً وكراراً حدثتكم عنه أما الأحاديث التي جئتكم بها من الكتب السنية فإنني قد نقلتها لكم من الكتب التي يضعونها في الصف الأول من حيث الوثاقة بالنسبة لهم وإن كنت لا أعبأ بمنهجهم في التوثيق والتضعيف إنه منهج شيطاني لا قيمة له لا في مستوى العقل ولا في مستوى العلم ولا في مستوى المنطق السليم إنني أتحدث عما يسمى بعلم الرجال وقواعد علم الحديث إنه هراء بتمام معنى الكلمة ولكنني نقلت الأحاديث من كتبهم التي هي في الصف الأول بالنسبة لهم وما نقلته من أحاديثهم هو الذي يأتي موافقا لما في أحاديثنا التي تتفق مع منطق القرآن وهناك تأريخ يؤكد مضامين تلك الأحاديث وهناك واقع بين أيدينا يجعلنا نتلمس نتائج تلك الوقائح فهناك القرآن وهناك حديث العترة وهناك التأريخ والسير الواضحة المعروفة وهناك الواقع الذي يخبرنا من أن النتائج التي نشاهدها ونعايشها في هذا الواقع ما هي إلا دلائل واضحة على تلك المقدمات التي أدت إلى هذه النتائج مشكلتنا أين مشكلتنا في أن رجال الدين يضحكون على أتباعهم لا أتحدث عن دين بعينه كل الديانات أكبر ديانة في العالم الديانة المسيحية هي الديانة الأكبر في العالم وأكبر طوائفها المسيحيون الكاثوليك هم المجموعة الكبرى من المسيحيين في العالم ولذا فإن الفاتيكان هو مؤسستهم الرسمية الدينية المعروفة أتعلمون ما هي وظيفة البابة بالنحو الرسمي الديني اذهبوا إلى موقع الفاتيكان الرسمي أتحدث عن الموقع الألكتروني وقرأوا في الوثائق الرسمية للفاتيكان ما هو العنوان الوظيفي العنوان الشرعي للبابة في الفاتيكان إنه نائب المسيح هذا هو العنوان الرسمي والشرعي لبابة الفاتيكان إنه نائب المسيح على الأرض نائب المسيح بين البشار نائب المسيح بين المسيحيين متى جعله المسيح نائبا عنه هذا الدين المسيحي الذي نحن نشاهده لا علاقة له بإنجيل عيسى الذي نحن نعرفه في ديننا المسيحيون لا يؤمنون بوجود إنجيل لعيسى أصلا يقولون بأن الذي يعتقد بوجود إنجيل لعيسى بوجود إنجيل ليسوع فهذا مهرطق هناك عندهم في مجموعة الأناجيل المكذوبة بحسب مصطلحاتهم هناك عندهم إنجيل يسوع وهم لا يعترفون به إنه من جملة الأناجيل المكذوبة فدين المسيحية الذي يقدمه بابا الفاتيكان للمسيحيين لا علاقة له بإنجيل عيسى الأصل والذي لا وجود له بين المسيحيين بغض النظر عن هذا الكلام فتعالوا إلى إنجيلهم الموجود والذي هو عبارة عن مجموعة أناجيل بحسب ما يعتقدون بأن روح القدس أوحى بهذه الأناجيل إلى أصحابها فلنذهب معهم ولنصدق بإنجيلهم هذا الذي هو عبارة عن مجموعة أناجيل إذا أردنا أن نطبق ما يجري في الفاتيكان من بروتوكولات إلى طقوس إلى قوانين إلى كثير من التعاليم والأحكام لا علاقة لكل الذي يوجد في الفاتيكان بهذا الكتاب الذي هم يعتقدون به ولو سألتهم من أين جئتم بكل هذه الطقوس وهذه التقاليد وهذه الأحكام وهذه الأعراف سيقولون لكم من أن ذلك مرده إلى التقاليد الكنسية التقاليد الكنسية ما علاقتها بالمسيح لا علاقة لها بالمسيح مطلقا إنها من إنتاج البابوات عبر التاريخ الجزء الأكبر الجزء الأكبر من الدين المسيحي مرده إلى التقاليد الكنسية وما بقي فمرده إلى كتاب العهد الجديد الذي لا علاقة له بإنجيل عيسى الأصل والذي جعل البابا الرجل الأول في الفاتيكان رجال الدين أنفسهم فما علاقة المسيح بذلك كيف صار نائبا للمسيح أضحوكة كأضحوكة مراجع النجف وكربلاء الذين يعدونهم ويعدون أنفسهم يعدونهم أتحدث عن أتباعهم ويعدون أنفسهم بأنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان شيخ الأزهر وغيره من أئمة المذاهب من الذين ماتوا أو من الأحياء إنها المذاهب العباسية المعروفة ما علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله الدين الذي يقدمه هو شيء من دين الصحابة وما بقي وهو الجزء الأكبر من دين الحكومة فشيخ الأزهر موظف عند الحكومة المصرية ودينه دين الحكومة الحكومة لا تدين بدين الأزهر وإنما الأزهر يدين بدين الحكومة وهكذا في سائر المؤسسات الأخرى وإلا فإن أقرب جهة وضعت دين أبي بكر وعمر دين سقيفة بني ساعدة على أرض الواقع أقرب جهة طالبة وداعش هؤلاء هم الذين يدينون بدين أبي بكر وعمر بدين سقيفة بني ساعدة بنحو أوضح مما عليه المؤسسات الدينية السنية في سائر البلاد العربية أو البلاد المسلمة الأخرى فشيخ الأزهر وسائر المشايخ من أئمة المذاهب السنية دينهم هو دين الحكومة وأعتقد أن الذي جرى في السعودية بعد أن فرض محمد ابن سلمان سلطته ووضع خطته وبرنامجه فإن الكثير من رجال الدين الوهابيين الذين كانوا بحالة سابقة صاروا بحالة أخرى تختلف اختلافا كاملا عما كانوا عليه لماذا لأن دين رجال الدين في الأجواء السنية هو دين الحكومة في البلاد العربية وفي البلاد المسلمة الجو السني هو الحاكم في أكثر بلاد العرب وفي أكثر بلاد المسلمين المؤسسات الدينية في هذه البلدان دينها دين الحكومة الحكومة لا تدين بدين المؤسسات الدينية لأن المؤسسات الدينية في تلك البلدان ما هي إلا دوائر حكومية فأين هو الدين أين هو الدين إنها مسخرة مسخرة وهذا الأمر يجري في سائر الأديان الأخرى أين هو الدين إذا أردنا أن نقوم بدراسة أوضاع رجال الدين المسيحي في الفاتيكان وأوضاع رجال الدين السني في الأزهر وما يماثله في بلاد العرب والمسلمين وأوضاع مراجع الشيعة في النجف وكربلاء في الحوزة الطوسية فإننا سنجد الكثير والكثير من نقاط الالتقاء فيما بينهم في أعرافهم التي هي في كواليسهم وفي أعرافهم التي يضحكون بها على أتباعهم طباعهم الشخصية علاقتهم بالمال والجنس قلة علمهم وعدم معرفتهم بحقائق أديانهم وإنما يمتلكون معلومات له صلة لها بحقائق أديانهم إنه حراء مجموع يضحكون به على أتباعهم الجميع حولوا أتباعهم إلى حمير يركبون على ظهورهم ولكن بدرجات إلا أن الديخية الحميرية الأصلية النقية النقية تماما النقاء عندنا في النجف وكربلاء أتحفون أتحفون بالوثيقة الديخية كي نتذكر واقعنا لا أجيب الأسوان واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لها أخر بابا ما توصل للنوبة إلي قال توصل أطمئنن تركبهم يعني إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلاق أكبر خمسة قلت للمستعجب موش دارها قلنا تركب يعني خلافة أغميشيني كما تقول خلافة أغميشين جميع أغميشيني تبقى أغميشين حالة أغميش ديخ بعربي أغميش كنا على أثقاء وكلكم تعرفون لأنه ما لتأجيب الأسم على أثقاء قال تركب مثل ما تركب نار وغير لا مو علم إجمالي هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة ولا بد أن تعرفوا من أن الأمر هو هو يجري عند رجال الدين الهندوس وعند رجال الدين البوذيين وهكذا الدين وسيلة يستعملها رجال الدين في كل الديانات كي يركبوا على ظهور أتباعهم وكي يصنعوا منهم حميرا حميرا مطيعين ومصدقين لما يقوله هؤلاء الشياطين فلا بابا الفاتيكان بنائب المسيح ولا شيخ الأزهر بنائب رسول الله هو لا يدعي هذا لكنهم أطلقوا على أنفسهم من أنهم السنة وهكذا يقولون إنها سنة رسول الله فألسقوا أنفسهم برسول الله إلصاقا أما الذين عندنا أتحدث عن آيات الشيطان العظمى فهؤلاء هم الطامة الكبرى هؤلاء أبالسة الأبالسة وشياطين الشياطين ولذا فإن إمامنا الصادقة صلوات الله عليه أخبرنا عنهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لأنهم شياطين الشياطين لأنهم أبالسة الأبالسة لأنهم قمامة القمامات وحثالة الحثالات هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر إلى أين أريد أن أصل أريد أن أصل إلى هذه النقطة لا يضحكون عليكم من أن الروايات هذه التي أوردتها في الحلقات الماضية والتي سأعرضها عليكم فيما بقي من حلقات هذا البرنامج لا يضحكون عليكم إن كانوا من الشيعة أو كانوا من السنة من أن الروايات هذه ضعيفة من جهة الأسانيد هؤلاء الشياطين لأنهم يخالفون منهج القرآن منهج القرآن واضح إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات عودوا إلى القرآن وتدبروا فيها هناك العديد من الحلقات في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية تحدثت فيها عن هذه الآية وبالتفصيل وبالتفصيل الممل في بعض الأحيان يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سقط علم الرجال وسقطت الأسانيد ألا لعنة على المنهج الشيطاني إن كان عند سقيفة بني ساعدة وإن كان عند سقيفة بني طوسي إنها السقيفة الألعن والأقذر والأنجس يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعبأوا براوية الحديث بناقل الحديث أكان فاسقا أم لم يكن أكان صادقا أم لم يكن أكان كاذبا أم لم يكن إذا كنتم تعرفون أنه كاذب فعليكم فعليكم أن تتبينوا وكذلك إذا كنتم تعرفون أنه صادق فلابد أن يكون إخباره مسببا لتحصيل العلم لأن الآية هكذا اشترطت علينا أن تكون الأخبار التي نثق بها أن تكون محققة من قبلنا بحيث أنها تعطينا علما دققوا النظر في الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أن تصيبوا قوما بجهالة حتى لو كان الذي نقل الخبر صادقا ثقة لابد أن يكون مضمون خبره متفقا مع قاعدة المعلومات كي ينتج لنا علما نحن لا نعبأ بثقة ولا نعبأ بغيره إننا نعبأ بالذي ينقله إلينا وهنا لابد من التأكد منه إلا أن الآية ذكرت الفاسقة لأنه الأولى أن نحقق أكثر وأكثر في خبره أما الثقة فلابد أن نحقق في خبره لأننا لا نريد أن نأخذ الخبر من الثقة لأنه ثقة فهذا خلاف منهج العترة الطاهرة علينا أن نتأكد من مضمون الخبر أكان هذا الذي نقل الخبر أكان فاسقا وكاذبا ومفتريا أم لم يكن كذلك كان ثقة وصادقا ليس مهما من هو الذي نقل الخبر لنا المهم مضمون الخبر وقد بيّنت لكم في بداية حديثي من أن الأخبار التي نقلتها لكم في الحلقات الماضية والتي سأنقلها أيضا في الحلقات القادمة قد انتقيتها بعناية فائقة جدا الأحاديث الشيعية إنها أحاديثنا التي نعرفها في كتبنا ومصادرنا وهي تأتي منسجمة مع الكتاب الكريم بعضها عردته وبعضها لم أعرضه على القرآن لأنني متأكد من صحة تلك الأخبار ولا أجد مجالا كي أعرض كل خبر على القرآن إنما عرضت المهمة منها أما الأحاديث السنية فإنها من مصادرهم الموثوقة جدا عندهم وهي تتفق مع مضامين أخبارنا التأريخ يصدقها والواقع بحسب النتائج الموجودة يصدق تلك المقدمات التي كانت في سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها فلا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الأخبار هذه ضعيفة السنة هؤلاء شياطين شياطين هؤلاء شياطين وأبناء شياطين لأنهم يخالفون منهج القرآن فمنهج القرآن واضح وهو الذي عليه هذا البرنامج وهو الذي عليه منهج قناة القمار وهو الذي عليه المنهج اليماني نحن نحاول أن نتشبه به بقدر ما نستطيع وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك الحكم ليس إليكم الحكم إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أبالي بحكمكم مهما كان حكمكم أكان يوافقني أم كان يخالفني لا أبالي بحكمكم احتفظوا بحكمكم لأنفسكم احترموا عقولكم وتابعوا معي وتدبروا في الحقائق التي تطرح بين أيديكم إن كنتم من الشيعة أم كنتم من السنة فلا دين الشيعة له علاقة بدين العترة الطاهرة ولا دين السنة له علاقة بدين رسول الله صلى الله عليه وأهله ابحثوا عن دين محمد وآل محمد الذي هو دين الله سبحانه وتعالى نذهب إلى فاصل بصائر الدرجات من كتبنا الحديثية الأصيلة الأصيلة الأصلية مؤلفه محمد ابن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو من رجال الغيبة الأولى توفي سنة ميتين وتسعين للهجرة رضوان الله تعالى عليه هذه طبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة أربعمية وثمانية وأربعين إنه الباب الرابع عشر الحديث الأول بسنده بسند محمد بن الحسن الصفار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات وتحيات وسلام على تراب في فناء أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين إن لله بلدة خلف المغرب أمير المؤمنين لا يتحدث عن مغرب على سطح الكرة الأرضية إنما يتحدث عما وراء الكرة الأرضية إنه يتحدث عن الفضاء الواسع إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا جابلقا حضارة بحسب أحاديث العترة الطاهرة حضارة عظيمة هائلة جدا إنها في الفضاء الواسع في مكان أنا أجهله وأنتم تجهلونه لكن علي يعرف جابلقا ويعرف جابرسا ويعرف ويعرف وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وعلي هو الذي يقول أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء صلوات كما قلت قبل قليل وتحيات وسلام دائم دائب على ثرن يدوسه أمير المؤمنين بنعله الشريف إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا وفي جابلقا سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة فما عصوا الله طرفة عين فما يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا الدعاء على الأولين الأول والثاني إلا الدعاء على الأولين والبراءة منهما والولاية لأهل بيت رسول الله أقرأوا الرواية مرة أخرى ولكن تذكروا بينت لكم في الحلقتين المتقدمتين من أن الرجلين أتحدث عن أبي بكر وعمر من أن الرجلين بما هما هما لا قيمة لهما المشكلة أين فيما قام به لقد قام بتحقيق وإيجاد الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي ولذا فإن كل سيئات البرنامج الإبليسي ارتبطت بهما فصار الرجلان عنوانا ورمزا للبرنامج الإبليسي القضية لا تتحدث عن عمق في شخصية الرجلين وإنما فيما قاما به وتحقق على أيديهما وهو من سوء طالعهما ومن سوء حظهما من هنا صار الأول والثاني عنوانا للبرنامج الإبليسي ولذا يذكران في كل المناطق المأهولة والمسكونة من هذا الفضاء الواسع في حضارات دواب السماوات وهذه الرواية تمثل مصداقا استبروا علي حتى نصل إلى الرواية التي تشرح لنا هذا المعنى أمير المؤمنين هكذا يقول إن لله بلدة خلف المغرب الحديث عن مغرب في هذا في هذا الفضاء إنها جهة في الفضاء الجهات نسبية على الأرض وحتى في خارج الأرض حينما نتحدث عن شرق وغرب وعن شمال وجنوب فإن الحديث يكون عن جهات نسبية بحسب الذي يشخص تلك الجهات أين موقعه هذا الأمر يجري على سطح الكرة الأرضية ويجري خارجها أيضا وإنما المراد من المغرب جهة الظلام لأننا إذا خرجنا من كرتنا الأرضية إلى الفضاء فإن الفضاء القريب والبعيد الذي تسبح فيه الأجرام بحسب ما استطاع الإنسان أن يراه إنه فضاء مظلم وهذا هو المراد من المغرب لأن المغرب هو مضاد للمشرق حيث لا ضو إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا وفي جابلقا سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة إلا مثل هذه الأمة مثلما هؤلاء البشر فيهم العالم والجاهل فيهم الرئيس والمرؤوس وفيهم وفيهم فتلك الأمة حالها كحال هذه الأمة من جهة نظام الحياة الاجتماعي من جهة طريقة العلاقات والروابط فيما بين أبناء الأمة لكن مفردات الحياة ووسائل العيش تختلف باختلاف الحضارات وباختلاف الأمكنة والأزمنة التي تختص بها هذه الأمة أو تلك وفي جابلق سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة لكنهم يختلفون في هذه الجهة فما عصوا الله طرفة عين فما يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا الدعاء على الأولين والبراءة منهما والولاية لأهل بيت رسول الله الحديث الثاني بسند الصفار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها مكان يختلف عن أرضنا فإن ضوء أرضنا من الشمس هناك أجرام فيها حياة ضوءها منها إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا يتبرؤون من فلان وفلان لا لأهمية الرجلين وإنما صار عنوانا ورمزا للبرنامج الإبليسي لأنهما هما اللذان حقق الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي في مواجهة الجزء الأخير من البرنامج الإلهي أتحدث عن بيعة الغدير وجاءت السقيفة بني ساعد لتعطل برنامج الغدير هذه الأرض البيضاء التي ضوءها منها فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا يتبرؤون من فلان وفلان الحديث الثالث بسنده بسند صاحبي البصائر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من وراء عين شمسكم هذه الحديث هنا عن المجموعة الشمسية تلاحظون أن كل رواية تحدثت عن جهة من الجهات الرواية الأولى تحدثت عن المغرب عن الفضاء الواسع عن جابلق فجابلق حضارة متسعة وممتدة جدا حدثتنا الروايات عنها وستكون جزءا من الدولة المهدوية القائمية الرواية الثانية حدثتنا عن أرض ما هي ما هي بأرضنا إنما تقع وراء أرضنا الرواية الثالثة تتحدث عن مجموعة شمسية بل عن مجموعات شمسية إن مجموعات شمسية أخرى إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس الحديث عن أربعين مجموعة شمسية إن من وراء عين شمس هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير وإن من وراء قمر أربعين قمرا فيها خلق كثير لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق مثل ما نحن في الأرض لا ندري عن هذه المجموعات الشمسية ولا ندري عن الكائنات الحية الموجودة في هذا الفضاء علماء هندسة الفضاء إلى هذه اللحظة بحسب تصريحاتهم الرسمية يقولون من أنهم لم يجدوا إلى الآن جرما سماويا يمكن أن يكون صالحا للحياة لا أنه توجد فيه حياة وإنما يكون صالحا للحياة لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق ألهم إلهاما لعنة لعنة فلان وفلان وتستمر الروايات إلى أن نصل إلى الرواية الثامنة من الباب نفسه بسنده بسند صاحب بصائر الدرجات عن عجلان أبي صالح قال سألت الصادقة صلوات الله عليه عن قبة آدم فقلت له هذه قبة آدم المراد من قبة آدم أرضنا ومجموعتنا الشمسية والمجرة التي نحن فيها هذا هو المراد من قبة آدم أرضنا ومجموعتنا الشمسية ومجرتنا والتي تعرف بمجرة درب التبان عجلان أبو صالح يقول سألت الصادقة صلوات الله عليه عن قبة آدم فقلت له هذه قبة آدم فقال نعم ولله قباب كثيرة مجرات كثيرة ولله قباب كثيرة أما أن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثين مغربا أرضا بيضاء ومملوئة خلقا يستطيعون بنورنا لم يعصوا الله طرفة عين لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق يبرؤون من فلان وفلان قيل له كيف هذا يتبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق فقال للسائل أتعرف إبليس أتعرفه بشكل كما تعرف أخاك أو أباك هذا هو المراد أتعرف إبليس قال لا إلا بالخبر قال فأمرت باللعنة والبراءة من قال نعم قال فكذلك أمر هؤلاء لماذا لأن الأول والثاني صار رمزا للبرنامج الإبليسي ونحن نتحدث عن جهات في الكون منظومتها الزمانية تختلف اختلافا كبيرا عن منظومتنا الزمانية نحن نتحدث عن مجرات أخرى سألت الصادق صلوات الله عليه عن قبة آدم فقلت له هذه قبة آدم هذه مجرتنا فقال نعم ولله قباب كثيرة هناك مجرات كثيرة هذه الأحاديث وغيرها تخبركم عن أن دين العترة مثل ما يصف أمير المؤمنين قرآن محمد وآل محمد بأن ظاهره أنيق وباطنه عميق دين السذاجة هذا الذي يدين به أتباع السقيفة بن ساعد هذا دين الأعراب كيف يتوقع لدين الله أن يكون دينا سطحيا صحيح من أن الدين وصف بأنه سهل في بعض جهاته إنه سهل في جهة تكليف الله لنا لأن الله يكلفنا دون طاقتنا وتلك هي الرحمة في هذا الدين التكاليف لا تصل إلى مستوى طاقتنا ما كلفنا الله به هو دون طاقتنا بإمكاننا أن نقوم بشيء يكون أكبر من الذي نقوم به ولكن الله كلفنا بحسب رحمته بحسب رأفته فجاءت التكاليف دون طاقتنا إذا كان الحديث عن سهولة الدين من هذه الجهة فهذه حقيقة لكن مضامين التكاليف عميقة علينا أن نفرق بين شكل التكليف ومقدار الطاقة التي نبذلها للإتيان به وبين مضمون التكليف مضامين التكليف عميقة عميقة قرآن محمد وآل محمد ظاهره أنيق أما باطنه عميق هذا الدين ظاهره أنيق جميل سهل باطنه عميق إنه عمق العقول وعمق الرؤية القلبية الضاربة إلى مشارف الغيد عمق الوجدان السليم الذي يتعانق مع الفطرة حينما تشع بصيرتها حيث تنكشف الحقائق في أجل صورة لأن دين بفكر بدوي أحرابي أخراق ووفقا لذلك وضعوا قواعد القياس كي يقيس دين الله ومن هنا فإن القياس ملعون فإن القياس وأخواته من الاستحسان والرأي وسائر ترهات السقيفة بني ساعد هؤلاء يتعاملون مع الدين على أنه أمثولة بدوية أمثولة أعرابية دين محمد وآل محمد يبينه القرآن لنا إذا ما ذهبنا إلى سورة الزخرف فإن الآيات الأولى بعد البسملة وقد حدثتكم عنها في الحلقة الماضية تخبرنا عن أن الدين له ظاهر أنيق جميل وله باطن عميق حاميم والكتاب المبين إِنَّا جَعَلْنَاهُ قرآنًا عَرَبِيَّةً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هذا هو الظاهر الأنيق أما الباطن العميق وإنه في أم الكتاب لدينا لدى الله لدى عالم الغيب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا هو ديننا هذا هو منطق القرآن أما منطق ديني سقيفة بني ساعدة يصورون الدين سطحياً يصورون الدين تافهاً ويلخصون العقائد في جمل قصيرة هذا الدين عميق وعميق وعميق لماذا أعطان الله العقول وأعطانا القلوب وأعطانا الوجدان وأعطانا الفطرة وفوق كل ذلك أعطانا البصائر للذين يوفقون لها لماذا تتفجر ينابيع الحكمة من القلوب على الألسنة عند المخلصين فهل هذا المنطق منطق الأعراب إنما تتفجر ينابيع الحكمة من باطن العقول وباطن القلوب وباطن الوجدان السليم ومن باطن الفطرة ومن أعماق أعماق البصائر من هنا تتفجر ينابيع الحكمة كي تنطلق على الألسنة التي استضاءت بنور الفهم وبنور العلم وبنور الحكمة هذا هو عمق دينهم ولذا فإننا نخاطبهم بأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم هناك شيء معلن وهناك أسرار هناك شيء ظاهر وهناك بواطن ما هو الكون كله مبني على قوانين الظاهر والباطن ليس هناك من ظاهر في الكون إلا وله باطن يساويه وليس هناك من باطن في الكون إلا وله ظاهر يساويه فكذاك هو حال الدين لا يوجد في الدين باطن إلا وله ظاهر يساويه ولا يوجد في الدين ظاهر إلا وله باطن يساويه العقول السليمة لا تستطيع أن تتصور ظاهرا من دون باطن ولا تستطيع أن تتصور باطنا من دون ظاهر ولذا فإن الذين آمنوا بالظاهر من دون الباطن ما آمنوا بشيء إنني أتحدث عن السقيفتين اللعينتين عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي فإن دين السقيفتين مبني على الإيمان بالظاهر دون الباطن كتبهم تفاسيرهم عقائدهم هي التي تتحدث عن ذلك وكل ذلك نقض لبيعة الغدير وهناك قوم آمنوا بالباطن وهم لا يفقهونه يدعون أنهم يؤمنون بالباطن دون الظاهر كالفرق الباطنية اللعينة في الأوساط الشيعية وكالفرق الصوفية اللعينة في الأوساط السنية إنهم يؤمنون بالباطن كما يدعون ولا يفقهون شيئا من الباطن لأن الباطن لا يمكن أن يفقه من دون الظاهر الظاهر بوابة للباطن والباطن أساس للظاهر لا نستطيع أن نفكك بين الاثنين إن قوما آمنوا بالظاهر دون الباطن فما كانوا على شيء هذه ثقافة العترة الطاهرة وإن قوما آمنوا بالباطن دون الظاهر ضلوا هؤلاء ما كانوا على شيء إنما الإيمان إيمان بظاهر وباطن هذا هو الذي يقوله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل الخطبة السابعة والأربعون بعد المئة من نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أقرأ منها ما جاء مذكورا في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة فلا تنفر من الحق نفار الصحيح من الأجرب لماذا؟ لأن الحق مر لأن الحق ثقيل لكن عاقبته حلوة حنيئة مريئة مريحة مشرفة مضيئة بخلاف الباطل الذي الذي يكون خفيفا وحلوان ولكن عاقبته ثقيلة وبيئة قميئة وسخة مظلمة متعبة مقرفة على حد سواء في الدنيا والآخرة وبغض النظر أكان الإنسان يحاسب عليه أم لم يحاسب وكذلك فإن الحق مثلما حدثتكم عن عاقبته يعيش الإنسان معه بتلك المعاني بغض النظر أكان الإنسان يجازى عليه خيرا أم لم يكن ذلك فلا تنفر من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري الباري الذي لا مرض فيه ولا مرض عنده والباري من ذي السقم واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه هناك كثيرون ينفرون الناس من قناة القمر لماذا؟ لأن قناة القمر يخرج فيها هذا المهسوني يقصدونني وإنه ينتقص من المراجع الكلام هنا هذا الانتقاص من المراجع حق أو باطل هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين فلا تنفر من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم الذي يصل إلى مسامع من أن مشايخ السنة يقولون لشباب السنة أن لا يتابعوا هذه القناة بعدما كانوا يأمرونهم بمتابعتها حينما كنت أتحدث في موضوعات تخص الشيعة فقط لكن حينما قادتني الموضوعات للحديث عن السنة قاموا بنفس الدور الذي يقوم به شياطين النجف وكربلا بمنع الناس بالنسبة لي لا يفرحني هذا ولا يحزنني الذي يفرحني أنني أقوم بواجبي ولا يفرحني أوافقني الناس أم خالفوني الذي يفرحني حينما أؤدي عملي بصورة صحيحة حينما أتقن المطالب هو هذا الذي يفرحني فهذه وظيفتي إنني أديت وظيفتي الآخرون يقبلون كلامي يرفضونه تلك مشكلتهم ما هي بمشكلتي لو كنت أعبأ بالآخرين لما جلست هذا المجلس ولما تحدث بهذه الجرأة ولما بينت هذه المطالب الخطيرة على المستوى الشيعي أو على المستوى السني فلا تنفر من الحق نفار الصحيح من الأجرب والبار من ذي السقم واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه هذا هو المنطق الذي سيتبعه إمام زماننا في نبش قبري الرجلين هذا هو المنطق الذي سيتبعه إمام زماننا في المحاكمة المهدوية العالمية وإلا لن يستقيم واقع الحياة ولن يصل العدل إلى الجميع ما لم توضع النقاط على الحروف وما لم يشخص أهل الباطل ويشخص أهل الحق واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه أقول للذين يطلبون مني دائما ألا أتحدث عن معايب المراجع وإن كانت حقيقية وإنما أعرض حديث أهل البيت أقول لهم إنكم أغبياء وشياطين في الوقت نفسه ومن أنكم حمير حمير للشيطان إنني بايعت في بيعة الغدير على منطق علي مثل ما قال لي رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي موازين التفهيم عند علي في المنطق العلوي الشريف هي هذه هكذا تدرك الحقائق وهذا هو منطق القرآن هذا هو منطق القرآن في الآية السادسة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة قد تبين الرشد من الغي كيف ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها كيف يكفر بالطاغوت إذا لم يكن عارفا بالطاغوت وشؤونه وتفاصيله فبعد أن يعرف شؤون الطاغوت سيكون كافرا بالطاغوت وبعد كفره بالطاغوت سيؤمن بالله وتلك هي كلمة التوحيد لا إله هذا كفر بكل الآلهة إلا الله هذا إيمان بالله هذه هي كلمة التوحيد تبدأ بالنفي تبدأ بالكفر أننا نكفر بكل الأهلهة ثم نستثني إنه الإيمان بالله قد تبين الرجل من الغي كيف ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها هذا هو منطق علي في نهج البلاغة الشريف وهو منطق قرآنه واعلموا أنكم لن تعرفوا الرجدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض لن تدركوا الدين الزهرائية ما لم تعرفوا الدين البترية اللعين لن تستطيعوا أن تشخصوا العقيدة اليمانية اليمانية الزهرائية المهدوية من دون أن تشخصوا العقيدة الطوسية المرجئية البترية وعلموا وعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تستطيع البشرية أن تتمسك بدين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو الذي هو دين عترته حتى تعرف حقائق الصحابة حتى تعرف الافتراء والكذب الذي قام به الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وبعد ذلك أئمة المذاهب العباسية وإلى يومنا هذا إلى المؤسسات الدينية السنية المعاصرة وإلى زمن الظهور الشريف إن لم تعرف ذلك لن تصل إلى الحقيقة وإن لم تعرف البشرية ذلك لن تصل البشرية إلى الحقيقة والحق ولذا فإن أول خطوة في المحاكمة المهدوية العالمية أن يقوم الإمام بنفسه بنفس قبريهما هذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير إنه المنطق القرآني المحمدي العلوي الزهرائي الواضح الصريح فلا تنفر من الحق هذا الذي سيقوم به إمام زمانكم هو الحق بعينه فما لكم تنفرون منه فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والبار من ذي السقم واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه ولن تمسك به حتى تعرف الذي نبذ إذن لابد من كشف الأمور بشكل كامل وهذا يجري في زمان الغيبة حينما نريد أن نمهد لإمام زماننا لابد أن نشخص البتريين الذين يقفون مانعا شديدا أمام التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم لابد من كشف حقائق هؤلاء الشياطين وهذا هو الذي أقوم به يعجبكم ذلك لا يعجبكم لا أعبأ لا بإعجابكم ولا بعدم إعجابكم واذهبوا إلى الجعيم اذهبوا إلى الجعيم بإعجابكم أو بعدم إعجابكم هذه وظيفتي أنا أؤديها ولا أبالي بكم واعلموا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه إذا لم تكشف لكم حقائق التفاسير النجسة لمراجع النجف وكربلاء كيف ستدركون حقائق القرآن بحسب دين العترة الطاهر وَلَنْ وَلَنْ تَأْخُذُوا بميثاق الكتاب حتى تعرف الذي نقضه وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تعرف الذي نَبَذَهُ فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عند أهله توجهوا إلى إمام زمانكم أن يوفقكم فالتمسوا ذلك من عند أهله العترة الطاهرة فإنهم عيش العلم وموت الجهل أما مراجع النجف فإنهم موت العلم وعيش الجهل وهذا هو الواقع الموجود على الأرض وصدقوني فإن أصحاب العمائم في النجف من الطلاب والأساتذة وأنا متأكد بشكل قطعي من أنهم يتابعون برامجي والآن هم يتابعون هذه الحلقة يتفقون معي فيما بينهم وبين أنفسهم فيما بينهم وبين بعضهم إذا كانوا يثق أحدهم بالآخر وإلا فإنهم في الأعم الأغلب كل شخص يعمل جاسوسا لمرجع من المراجع وبعضهم يعمل جاسوسا لأكثر من مرجع فهناك جواسيس السستاني وهناك جواسيس بشير النجفي وهناك جواسيس إسحاق الفياض وهناك جواسيس محمد اليعقوبي وهناك جواسيس الحكيميين وهناك جواسيس الشرازيين يتجسس بعضهم على البعض هم يسمعون أنهي الآن ويعرفون هذه الحقيقة لكن حينما يثق بعضهم ببعض وهذا قليل جدا في أجواء النجف هذا قليل جدا في أجواء النجف وكربلاء فإنهم يظهرون إيمانهم الكامل بهذه الحقائق لكنهم لا يتحدثون بهذا حتى إلى أبنائهم حتى إلى عوائلهم يريدون من أبنائهم أن يبقوا على الدين الديخي لماذا؟ حتى لا يصل إلى مسامع المراجع من أن أبناء فلان من المعممين صار زهرائيا مثلا صار يتابع قناة القمار هذا سيؤثر هذا سيؤثر على مدخولات جيبه هذه هي الحكاية هذه هي الحكاية سود الله تعالى وجوهكم فالتمس ذلك من عند أهله من العترة الطاهرة فإنهم عيش العلم وموت الجهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم أما مراجع النجف يخبرنا حكمهم عن جهله فحينما يصدرون الفتاوى بإنتاج أبناء الحرام وأبناء الزنا عبر التلقيح الصناعي يخبرنا هذا عن جهله وعن تفاهته وعن سخفه وعن حقارته وحينما تصدر أحكامهم بأن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة وحتى في المندوبة يبطل الصلاة يخبرنا هذا عن نجاستهم وعن نصبهم وعن قذارتهم وعن بتريتهم أما آل محمد هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن مثل ما حدثتكم قبل قليل من أن الظاهر يؤدي إلى الباطن ومن أن الباطن هو أساس الظاهر ومنبعه الأصيل هؤلاء هم آل محمد فإنهم عيش العلم وموت الجهل بينما البتريون ماذا حدثنا أمير المؤمنين عنهم أيضا في نهج البلاغة الشريف في الصفحة الثامنة والسبعين من الخطبة السابعة والثمانين حيث يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به إنهم مراجع النجف وكربلا إنهم آيات الشيطان العظمى إنهم نواب إبليس في النجف وكربلا وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال إلى أن يقول أمير المؤمنين فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هؤلاء مراجع النجف إنهم موت العلم وعيش الجهل الدليل أنهم أنكروا أكثر من 95% من أحاديث العترة فأمات العلم وجاءوا بقذارات نواصب سقيفة بني ساعد ورفعوا شأن ذلك فصار الجهل هو المتسيد ولذا فإنهم موت العلم وعيش الجهل فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء هؤلاء موت العلم بينهم ميت والجهل بينهم حي ماذا نقرأ في سورة الأنعام في الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ماذا تقول العترة في قرآنها هذا هو الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السابعة بعد المئتين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند الكليني عن بوريد هذا بوريد ابن معاوية العجلي من أصحاب الأئمة المعروفين عن بوريد قال سمعت أبا جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَيْتٌ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا منطق واحد منطق واحد آيات الكتاب مع أحاديث الكافي مع خطب أمير المؤمنين مع المنطق السليم مع مضمون بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي هذا هو البناء الكامل الذي يحقق معنا حياة العلم حياة العلم وموت الجهل فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الإمام إنهم مراجع النجف الذين يعدون معرفة الإمام من فروع الدين ويقولون بحسب فتاواهم من أن الذي ينكر الصلاة يخرج من الإسلام أما الذي ينكر الإمامة فإنه لا يخرج من الإسلام هذه فتاوى مراجع النجف هذه فتاوى الخوئي فتاوى محمد باقر الصادر هذه فتاوى السستاني فتاوى إسحاق الفياض فتاوى بشير النجفي فتاوى محمد الشيرازي هذه فتاوى محمد رضا السستاني هذه فتاوى مراجع النجف وكربلاء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا الذي في الظلمات ليس بخارج منها إنه الجاهل بمعرفة إمام زمانه فإنهم عيش العلم وموت الجهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق هذا هو دين العترة الطاهرة الذي لا هو بدين سقيفة بني ساعد ولا هو بدين سقيفة بني طوس نذهب إلى فاصل سأخذكم في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم إنها سورة التوبة الآية الثانية والثلاثون وما بعدها الآية الثانية والثلاثون هكذا تقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون من هم هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواه بأفواههم أي أفواه هذه التي تحاول أن تطفئ نور الله إنها أفواه رجال الدين ما هي بأفواه عمال البلدية ولا بأفواه الجنود في المعسكرات ولا بأفواه رجال الأطفاء ولا بأفواه الممرضين والممرضات في المستشفيات هذه الأفواه أفواه رجال الدين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إذا ما رجعنا إلى الآيات السابقة حيث تتحدث الآيات عن اليهود والنصارى وتقول من أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله السنة أيضا اتخذوا الصحابة أربابا من دون الله الشيعة اتخذوا المراجع أربابا من دون الله هذا هو الواقع اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في تفسير العترة لقرآنها أئمتنا يقولون إنهم ما عبدوهم ولكن الأحبار والرهبان شرعوا لهم دينا حللوا لهم حلالا وحرموا لهم حراما فاتبعوهم وكان من عند أنفسهم من عند أنفس الأحبار والرهبان وهذا هو الذي يجري في دين سقيفة بني ساعدة وهو هو بنفسه يجري بل بنحو ألعن في دين سقيفة بني طوسي يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وهنا تأتينا هذه القاعدة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مهما فعلوا سيتلاشى فعلهم ستنكشف الحقيقة بنحو جزئي قبل الظهور أما عند الظهور فإن الحقيقة ستتضح والبداية من نفس قبر الرجلين وتستمر الآيات يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم مراجع النجف وكربلة وهؤلاء هم البابوات في الفاتيكان وهؤلاء هم الحاخامات في المؤسسة الدينية اليهودية هذا هو حال رجال الدين يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله هذا المضمون يتأكد في سورة الصف في الآية الثامنة بعد البسملة وما يأتي وما يأتي بعدها يريدون ليطفعوا نور الله بأفواه بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون المعنى الأشد للكفر هو الكفر ببيعة الغدير بحسب القرآن لأن القرآن قال لرسول الله في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل لم تبلغ لم تبلغ ما نزل في علي بخصوص بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فصار التوحيد والنبوة والمعاد والقرآن وكل تفاصيل الدين كل هذا يساوي صفرا من دون ولاية علي فصار الكفر بولاية علي هو الأشد الكفر بولاية علي بحسب الآية يكون أشد من الكفر بالله ورسوله وقرآنه وسائر تفاصيل الدين بحسب الآية فإن الله هو الذي قال لرسول الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يريدون يريدون ليطفع نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون في سورة التوبة وفي سورة الصف ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وبعد ذلك تأتي الآيات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم التجارة التي تنجينا ولاية محمد وآل محمد هي هذه التي تنجينا معرفة إمام زماننا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية النجاة هنا التجارة المنجية معرفتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يتكرر المعنى في سورة الفتح أيضا في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا مضمون هذه الآيات لن يتحقق إلا بعد أن تتحقق المحاكمة المهدوية العالمية آيات الكتاب الكريم تتحدث بنحو صريح وواضح سأذهب بكم إلى سورة النور إنها الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة والتي بعدها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هذا الدين الذي ارتضى لهم الذي ذكر في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين التكامل بدأ مع بيعة علي في الغدير ومرحلة التأويل تتدرج شيئا فشيئا حتى نصل إلى يوم الظهور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذه المضامين لا يمكن أن تتحقق ما لم توضع النقاط على الحروف ما لم تكشف حقيقة سقيفة بني ساعد ما لم تكشف حقيقة السقيفة بني طوس لا بد أن توضع النقاط على الحروف ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هذا هو دين القيمة فدين القيمة لا يمكن أن يقوم ما لم تتحقق الحقيقة واضحة جلية أمام الجميع وبالوثائق الحقيقة الأصلية الكلام ليس عن نسخ مصنوعة مثل ما حدثتكم في الحلقات المتقدمة إنه الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة عملية البث تبدأ من هناك وسيرى الناس هذه الحقائق واضحة ليس عبر أجهزة التلفزيون ولا عبر شاشات السينما إنه في الفضاء العلني جميع العالم سيرون الحقيقة كاملة ماذا نقرأ في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة هذا الدين لن يتحقق ما لم تعرف البشرية ظلامة فاطمة أولا وسيعرف موضع قبرها حينئذ هذه العلامة والنقطة الدالة وضعتها فاطمة فإن البداية من ظلامة فاطمة من هنا ولذا فإن الإمامة يبدأ بنبش القبرين فإن أبا بكر هو الذي أمر بقتلها وإن عمر هو الذي باشر قتلها هؤلاء هم قتلتوا فاطمة الحقيقيون الأمر صدر من أبي بكر لم يكن حاضرا لذا أئمتنا ماذا يصطلحون على أبي بكر في مصطلحاتهم ورموزهم من أنه حبتر يسمون أبا بكر وعمر بحبتر وزريق والحبتر هو الثعلب الماكر جدا هذا في رواياتهم هذا ما هو من عندي أحاديث العترة هكذا تقول أئمتنا يسمون أبا بكر وعمر في رواياتهم بحبتر وزريق الحبتر هو الثعلب الماكر والماكر جدا فالقاتل الحقيقي أبو بكر لأنه هو الذي أصدر الأمر وخطط أما عمر فهو الذي نفذ قطعا هناك الكثير من الصحابة كانوا يؤازرونه عشرات وعشرات من الصحابة كانوا يؤازرون عمر في تنفيذ برنامج أبي بكر من هنا تبدأ المحاكمة المهدوية العالمية لن يتحقق دين القيمة ما لم تعرف البشرية ظلامة فاطمة التي هي ظلامة الله وظلامة أولياء الله وما لم تعرف البشرية مقام فاطمة ومن أنها أحد أئمة الأئمة الثلاثة محمد وعلي وفاطمة ومن أنها القيمة القيمة على الدين وأهل الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وماذا نقرأ في سورة الروم في الآية السابعة والأربعين بعد البسملة وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ هذا القانون لم يتحقق في دين العترة الطاهرة فلابد من الانتقام من المجرمي وبعد ذلك لابد من نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا المعنى لا يتحقق إلا من خلال مقدمة هي المحاكمة المهدوية العالمية والتي تبدأ من نبش القبرين ونذهب إلى سورة غافر وإلى الآية الحادية والخمسين بعد البسملة إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هذا لم يتحقق لمحمد وآل محمد ويوم يقوم الأشهاد هذا نصر في القيامة نصر الدنيا لم يتحقق إن هنا للتأكيد وامتزجت مع ضمير المتكلم الجمعي ما قالت الآية إننا إنما قالت إن لتأكيد المطلب فإن للتأكيد وامتزجت ضميرنا معها للتأكيد الأكثر ثم جاءت لام التوكيد إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا من أتباعهم في الحياة الدنيا هذا المعنى لم يتحقق للعترة الطاهرة لابد أن يتحقق ويوم يقوم الأشهاد ذلك في يوم القيامة ذلك شأن آخر هذا المعنى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يتجلى بعضه في القيام المهدوي ويتجلى القسم الأكبر منه في الرجعة العظيمة هذه من آيات الرجعة من الآيات التي تتحدث عن الرجعة العظيمة لأن النصر لم يتحقق لمحمد وآل محمد إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وبعد ذلك ويوم يقوم الأشهاد هذا في اليوم الثالث من أيام الله أما الآية تتحدث في أولها عن اليوم الأول والثاني عن يوم القائم ويوم الرجعة حينما نقرأ سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هذا المعنى لم يتحقق إنما يتحقق في الزمن القائمي بعد أن تتضح الحقيقة فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن يعرفوا الحقيقة عبر المحاكمة المهدوية العالمية إذا جاء نصر الله والفتح فيأتي النصر ويأتي الفتح وإنما يتحقق ذلك عبر بيان الحقائق التي ستكون واضحة وجلية إنه البث المباشر بأمر قائم آل محمد من مركز الداة للكون كله من ذلك الكتاب الذي لا يغادر شيئا مما جرى له في الماضي والغابري وله في الحاضر ولا فيما يأتي وماذا نقرأ في سورة الإسراء في الآية الثالثة والثلاثين ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا متى تحقق السلطان لمقتل فاطمة متى تحقق السلطان لمقتل علي متى تحقق السلطان لمقتل الحسن السبت متى تحقق السلطان لمقتل الحسين الشهيد والآية بنحو خاص في سيد الشهداء بحسب ثقافة العترة الطاهرة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بحسب قراءة أهل البيت فلا يسرف في القتل هذه ألا تكون نافية بحسب قراءة حفص فلا يسرف في القتل فهذه ألا تكون ناهية بحسب قراءة أهل البيت فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا مهما قتل قائم آل محمد من أعداء العترة الطاهرة فإنه ليس مسرفا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بحسب قراءة حفص فلا يسرف من أن القتل يكون للقاتل فقط وهذه لا الناهية حينما يكون الكلام في ذلك العمق حينما يكون الحديث عن الحسين فإن قراءة العترة هكذا فلا يسرف تكون اللا نافية فإنها تنفي الإصراف في القتل ولا تنهى عنه فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وماذا نقرأ أيضا في شورة البقرة في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة بعد البسملة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم والقتال ليس دائما بالسيف قد يكون القتال بالحرب النفسية وقد يكون القتال بالإعلام وكشف الحقائق وقد يكون القتال بالكثير من الأساليب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كيف يتحقق هذا العنوان من أن الدين يكون حقيقة لله ما لم تكشف الحقائق ما لم توضع النقاط على الحروف وبعد ذلك سيدخل الناس في الدين أفواجا مثل ما جاء في سورة الناصر وماذا نقرأ أيضا في سورة الأنفال في الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقت الحلقة يجري سريعا وكان في نية أن أذهب معكم في بقية مضامين الآيات الكريمة لكنني سأختم حديثي بما جاء في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لا يتحقق هذا المعنى من دون أن تكشف الحقائق وكشف الحقائق في الزمن القائمي يتوقف على محاكمة عالمية وبالنسخة الأصلية وبالنسخة الأصلية مثل ما قلت لكم إنه بث مباشر من مركز ذات الأكوان من ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة حيث تعرض الحقائق كما هي حينئذ يتمكن إمام زماننا من تحقيق مضامين هذا القرآن أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهنا يتحقق معنى الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ما هو هذا برنامج المجرمين منذ قابل إلى أن وصلنا إلى أكبر المجرمين في سقيفة بني ساعد حيث حققوا الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إنه البرنامج الإلهي الذي تتحقق بدايته في يوم الظهور الشريف بيد قائم آل محمد أعتقد أن النتيجة صارت واضحة لديكم إمام زماننا سيكون مضطرا لإقامة هذه المحاكمة العالمية وسيكون مضطرا أن تكون البداية من نبش القبرين لأن الرجلين كما قلت لكم بما هما هما لا قيمة لهما المشكلة في جريمة هذين الرجلين من أنهما أتم الجزء الأخير من العلة أتم الجزء الأخير من برنامج إبليس حيث استطاع البرنامج الإبليسي تعطيل برنامج الغدير وانتقلت العترة الطاهرة إلى برنامج القرابين نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء عن أولئك الطوسيين بتريون هم هم والهوى والهوى بتريون بتريون لعين قذر نجس وهذا هو الفارق بين الزهرائية وثقافة البترية سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر